بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نومبر تو بعنوان إكليبروم وفريجيد باديز في جزئها السادس عشر طبعاً هنا بنواصل مع حل بعض المسال عشان نفهم النظري أفضل وبنمر هنا إلى المسألة الثانية هنا عندي a loading car هذه الloading car is addressed on an inclined track هنا هي في حالة سكون على track ومائلة بالطريقة اللي ظهر على الصورة the gross weight of the car and its load is 5500 pounds يعني هنا الوزن الموجود هنا مع وزن الكار في حداتها بيساوي 5500 pounds it is applied at point G طبعاً هي متبقة على مركز الثقة G the cart is held in position by the cable وهي مشدودة هنا بحبل زي ما نشوفه هنا الحبل هذا إجي المطلوب determine the tension in the cable and the reaction at each pair of wheels يعني المطلوب هنا أني أجيب الشد المتي الموجود هنا وردات الفعل هنا وهنا في النقاط A و B فعندي ثلاث أشياء مجهولة يلزمني كتابة ثلاث معادلات طبعاً أول شيء we will create the free body diagram for the car with the coordinate system aligned with the track بعدين we will determine the reactions at the wheels by solving the equations for the sum of moments about points above each axe and here we will determine the cable tension يعني الشد كم يساوي هنا وهنا كم تساوي ردات الفعل في النقطة A و B لو ردتم R A و R B يعني عموماً عندي ثلاث أشياء مجهولة فبتلزمني ثلاث معادلات finally we will check the values obtaining at the end طبعاً هنا عندي system free body diagram رسمته هنا عندي ردات فعل R1 و R2 هذن في العجلات بتكون دائماً ردات الفعل عمودية على اتجاه الحركة زي ما أشرنا هنا attention shed هنا بيكون على محور الحبل الحبل هنا هذه هي T و عندي هنا الوزن W بيكون عنده مكونات باتجاه الـ X وباتجاه الـ Y طبعاً هذا هو المحور Y وهذا هو المحور X بالنسبة للوزن مكوناته لو أنا عندي هنا الوزن أسقط على الـ Y بيكون عندي هنا 5500 sin الزاوية هذه اللي هي الزاوية 25 بتساوي ولو أسقط على الـ X بتكون باستعمال الـ cos sin زي ما تشوفوا هنا هذا المحور X طبعاً بتحصل على النتاج التالى هذا مكونات الوزن بالنسبة للـ X والـ Y أكتب الآن معادلات التوازن مجموع المومنت حول النقطة A بتساوي 0 هذه هي النقطة A لو أردتم اللي أنا رح أحسب فيها مجموع المومنت طبعاً هذه النقطة ليش أخترت هنا أخترتها هنا عشان تلغي لي القوة T والـ R1 ويصبح عندي مجهول وحيد هو الـ R2 أطبق دايماً أن المومنت بتساوي plus or minus الفورس في الدستنس نفس القاعدة المتعودين عليها R2 ضارب المسافة من هنا إلى هنا R2 ضارب 50 أو كتبنا هنا طبعاً هي بتدور ضد عقار بالساعة فالإشارة موجبة أمشي الآن إلى المكون W-Y المكون هذا طبعاً المسافة من هنا إلى هنا بتساوي 25 والدوران رح يكون مع عقار بالساعة فالإشارة سالبة بتكون عندي سالب 320 ضارب المسافة 25 إنش تبقى لي هنا الفورس 4980 باوند الفورس هذه حول النقطة هذه تعتبر بتدور أيضاً مع عقار بالساعة والإشارة سالبة كم المسافة من هنا إلى هنا المسافة من هنا إلى هنا بتساوي تقريباً 6 إنشات حسب ما مشار هنا على الرسمة فورس في ديستنس بتحصل على المعادلة التالية هنا المجهور الوحيد هنا هو R2 أحل المعادلة وأجيب قيمتها بتساوي 1758 باوند أمر الآن إلى المعادلة الثانية مجموع المومنت حول النقطة B بتساوي 0 فطبعاً هنا رح أسوي نفس الشيء لكن الآن غيرت نقطة احتساب المومنت المومنت رح تحسب الآن حول النقطة B طبعاً بالنسبة للنقطة B أيضاً التنشن T هذه بتلغى والR2 بتلغى يفضل عندي المجهور الوحيد R1 وسوي نفس الحكاية فهنا هذه بتدور حول النقطة B في اتجاه عقارب الساعة دوران عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالب طبعاً هذه الفرص في الدستنس 50 هي المسافة من هنا إلى هنا هذه 25 مع 25 بتساوي 50 إنش أمر الآن للقوة اللي هي مكون WX والWY المكونات الوزن بالنسبة للWY رح تكون الدوران حول النقطة B في هذا الاتجاه فبالتالي بتكون عندي 2320 موجبا لأنها عكس عقارب الساعة ضرب المسافة من هنا إلى هنا المسافة هذه بتساوي 25 إنش أو كتبتها هنا وآخر فرص هذه بتدور ضد عقارب الساعة فالإشارة بتكون سالبة والقيمة القوة بتكون 4980 وبالنسبة للمسافة من هنا إلى هنا هي 6 إنش ات زي ما أشرنا من قبل المجهول الوحيد هو R1 لو حليت المعادلة هذه رح أجد R1 بتساوي 5562 أمر الآن إلى المعادلة الثالثة عشان أجيب من خلالها التنش المعادلة الثالثة هنا مجموعة الفرص باتجاه الـ X بتساوي سفر هنا باتجاه الـ X عندي بس المكون T والمكون W X بالنسبة للوزن رح أكتب هذا هو الـ X الموجب رح أكتب بسالب T موجب 4980 باون وبالتالي المجهول الوحيد هو T هنا أخذه على اليمين فتحصل على T بتساوي موجب 4980 باون وكون كده حليت المسألة بالمجهيل الثلاثة الأول والثاني والثالث